بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معا Spring Design وبنناقش Stresses in Helical Springs of Circular Wire أو الإجهادات النشأة في Compression Spring Consider a Helical Compression Spring made of Circular Wire and Subjected to an Axial Load W بالشكل قدامنا ده عندنا Compression Spring بتتعرض الى حمل ضغط اللي هو W عندنا طبعا القطر اللي هو D Capital الخاص بالكويل وعندنا D Small اللي هو قطر نفسه نشوف التأثير بتاع القيمة W أو الحمل W هناخد جزء من ونرسم ال Free Body Diagram بتاعه في ال B The Load W tends to rotate the wire due to the twisting moment T طبعا اللود W ده هيحاول ان هو يعمل twisting moment في ال wire يقارن أو يسمى بال T أو التورك قيمته بتساوي ايه؟ التورك بيساوي W اللي هو قيمة الحمل في نصف القطر D Capital على اتنين وطبعا بيساوي باي على ستاشر في تاو واحد دي تكعيب جات منين ديت المفروض ان انا عندي تاو بيساوي ستاشر في التورك على باي في ال D تكعيب لو جينا نجيب قيمة التاو هنا هتساوي باي على ستاشر ضرب تاو في ال D تكعيب اللي هي نفس القيمة اللي هنا ونصفي القيم ديت هيب عندي تاو واحد بتساوي تمانية W في ال D على باي في ال D تكعيب ده قيمة التورشنال سترس توزيع التورشنال شير سترس بالشكل اللي قدامنا ده هلاحظ انه هو على الواير هيساوي زيرو عند السنتر بتاع الواير وماكسيمم بيزيد طبعا في الاتجاه ده الى ان يصل الى المكسيمم على السطح من الاتجاه ده وعلى السطح من الاتجاه المقابل ده اللي هو التورشنال شير سترس في الواير نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله